هل اتحاد الكرة كمان لا يجيد التعامل مع المحترفين المصريين؟ اه طبعا طبعا بشكل واضح محمد صلاح لا يتحمل جزء من المشكلة اللي حصلت في كاديفور المشكلة كانت إدارية بحتة والمشكلة كانت عدم تنصيق من المسؤولين في اتحاد الكرة المصري عدم تواصل مع ليفر بول محمد صلاح هو اللي كان بيتواصل مع يورجين كلوب وطبيب المنتخب مع طبيب ليفر بول لكن الجزء الإداري كله اتحاد الكرة فشل فيه دي مشكلة كبيرة انت هنا اضريت باللاعب انت في هذا التوقيت بالعشوائية الإدارية اللي مارست اللي اتعاملت بها مع موضوع اصابة محمد صلاح انت خليت محمد صلاح الناس نهاجمه هو مش معلوش زم هاخد بخبرتك رأيك في كابتن حسام حسن والعلاقة بينه وبين محمد صلاح ممكن تبقى عاملة ازاي؟ عمرها ما هيبقى فيها مشكلة مش هيبقى فيها مشكلة رغم تصريحاته اللي دايقت الناس ودايقت صلاح حسن تصريحات كابتن حسام حسن هي تصريحات لمحلل في ستوديو كانت محلل في ستوديو معلش بس اشياء لا تتجزأ كتيرا ناس كتير ما فيه لعيبة كرة كتير برضو قالوا نفس التصريحات واكتر لكن في النهاية حاسب حسام حسن المدير الفني المنتخب مصر مش هيحاسب حسام حسن المحلل انا هستنى اشوف كابتن حسام حسن لما يبتدي شغله مع منتخب مصر وعنده دورة ودية في الامارات في شهر مارس وبعد كده عنده مطشين التصفات كسعالم اشوف هو هيعمل ليه في المعسكر بتاع مارس اشوف القيمة اللي هيختارها هيكسب محمد صلاح في صفه؟ بالتأكيد 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 بس بارتو مش مفروض نقعد نصرح حاجات كتير دلوقتي بقى من بعد ما تولي اللي هو مقلة ودل في الفترة بالزبط لكن هو اعتقد انه من بعد تولي كابتن حسام حسن هو ما قدلاش بقى اي تصريحات اعلامية والفترة اللي جاية هي يعني هيبقى هتقتصر تصريحاته على المؤتمرات الصحفية الرسمية للمباراة هل الجبلية يقرؤون هذا؟ نسألهم لا احد يقرأ لا في ناس كتير قارت يعني مهم ان احنا نقرأ ونتعلم نتعلم اهم حاجة يعني مثلا انا اول واحد كان حريص على انه يجي معرض الكتاب ويشتري الكتاب كان مهندس ماجد سامي صاحب انديت ودي دجلة فهو عنده فلسفة في الكورة فحب يقرأ الكتاب على طول وشخصيات رياضية وكروية كتير يعني انا اتفاجئت بالانتشار اللي حصل للكتاب لانه جا في وقت الحقيقة انا ما كنتش اتمنى وجا في وقت الحقيقة وكأنك يعني قرأت الطالع زي ما بيقولوا يعني ما كنتش اتمنى ان ده يحصل لكن كنت متوقع انه هيحصل عموما احنا نتمنى الخير ونتمنى ان اتحاد الكورة يعني يكمل باذن الله وكابتن حسام حسن زي ما الجمهور عنده هذا الامل ان شاء الله الامور تبقى افضل واحسن اتمنى يعني اكيد يعني زاملنا العزيز عمر البنوبي المرة دي يعني انت يعني تكتب عن الكورة ونتمنى انك ما تعملش السلسلة رقم اتنين وهيبقى نفس الموضوعات اتمنى اعملها عن النجاحات اتمنى اعملها ان احنا اتعلمنا من التاريخ ونعمل نجاحات ان شاء الله بس من 1924 يا ربنا وانت حيكون فيه بقى مزيعة تانية لا لا ان شاء الله لا لا تكوني معنا هيكون بقى ناس تانية اجيال تانية تطلع تتكلم مع النجاحات